بداية جديدة مع نفس الشخص الأديم إذا كان في سيناريو عاطفي بداية جديدة مع نفس الشخص الأديم أو شخص أنت كنت تستنى أو منتظره إليك فترة عم بتراقبه هو عم براقبك دائما الأشياء العاطفية أو التوقعات العاطفية بتكون أحيانا عكسية عم بشوفك منتظر مترقب ما بدك تعمل ولا إجراء ولا شي خلص خلصت أعطيت عملت ساويت بكفي وعم تستنى النتيجة عم بشوف النتيجة بتجيك بطريقة غير متوقعة يمكن أنت كنت عم بتأجل موضوع عم بكون في عندك شوي صراع نفسي يمكن بين العقل والقلم ما بعرف في عندك نوع من الصراعات كانت أو رح تكون في الأسبوع الثالث احتمال ولكن رح تنتهي بقرار منك يعني صارم خلينا نحكي وهذا القرار رح يجيب لك بداية جميلة البداية اللي قلنا عليها أنا حاسيتها عم تكون على الصعيد العاطفي وعلى الصعيد العملي بنفس الوقت عم بتكون في بدايات جديدة عندك إما مع شخص قديم إذا كان في عندك شخص موجود أساسا في ضغطك أو إنه على صعيد العمل عم بيكون في عمل جديد فكرة جديدة ممكن تطور في نفس العمل خاصة إذا كان مديرك من برج ترابي أو ناري فهو ممكن يرقيك أو ممكن يعطيك مسؤوليات اللي أنت كنت تحسها إنه كتير يعني كنت تطلع عليها بطريقة سلبية هي بالعكس هي رح تجيب لك السمعة الطيبة ورح تجيب لك الترقية ورح تجيب لك أشياء حلوة ما بعد هيك فعادي جدا أنا بقول لك اتعب أول فترة من الشهر ما في مشكلة لأنه بعدين في النصف الآخر من الشهر وكأنك عم تحصد النتيجة عم بتكون في كارما في الموضوع في شخص ظلمك ممكن يكون طاقته مائية أو هوائية هذا الشخص أو نارية ممكن تكون هذا الشخص عم تاخد حقك منه على العلم يعني قدام الناس زي ما راح حقك قدام الناس أو انهنت أو كذا يعني راح يرجع لك حقك بنفس الطريقة وشايفي تك منتصر منتصر على شخص أو على موقف على شخص ممكن يكون برجه هوائي ممكن يكون برجه ناري شايفي فيه انتصار على هذا الشخص وهذا الشخص حتيما الكبير يكون أنثى هذا بشكل عام وشايفي فيه فرصة السفر حلوة ولكن انت يمكن تأجلها لأنه ما شايفيتك مسافر ولكن فيه فرصة سفر خلينا نشوف العاطفة بشكل عام كمان حبيبي انتبه على حالك ممكن تكون عندك مشكلة بالشاكرات وحدة على الأقل فبس تهتم في هذا الموضوع شايفيته على استشفاء وعلى نهاية رح يموت رح ينتهي هذا الموضوع اللي عندك هي المشكلة اللي في الشاكرات أو الطاقة السلبية خلينا نقول أنا مش حبي حكيها أنه طاقة سلبية سحر عين حسد رح تنتهي ممكن في هذا الشهر في أوله أو في النصف الأول لأنه كانت عم بتشكل لك تأخيرات على الصعيد العاطفي أكتر شي لأنها طلعت بالورق العاطفي شايف ممكن جدا أنه خلينا نحكي كون في ناس رح تترك حدا قديم في حياتكم موجود وخاصة إذا كان برج السرطان أو برج مائي وتبدو بداية جديدة مع شخص مختلف تماما مع شخص جديد بداية جديدة هذا السيناريو للأشخاص اللي يمكن ملوا خلاص من الطرف الآخر أو الشريك كانوا عم يستنووا لفترة طويلة عم بشوف نهاية وبداية مع شخص آخر بفعلا شخص جدي شخص عم بيكون مائي أو ترابي عم بيكون جدي أكتر عم بيكون بيستحقهم فعلا من زمان عينوا عليهم أو يعني من هذا القبيل شايف بالنسبة للمتزوجين في مشكلة عابرة ممكن أنه يعني يتعرضوا لها ممكن يكون في شك إما أنت تشك بالشريك أو الشريك شاكت فيك في موضوع من المواضيع ولكن بمشي الموضوع يعني العجلة بتمشي ما في يعني مخاوف من هذه القصة عم بيكون فيه بالنسبة للمنفصلين حتى للمرتبطين مراقبة شديدة من الطرفين لبعض عم بيكون فيه ذكريات طاقت ذكريات كبيرة خاصة في الأول الشهر عم بشوف شوي شوي عم الفرحة من بعد تعب يعني ومن بعد فترة طويلة من الانتظار من الظلم الظلمة ظلمت في هاي العلاقة يمكن أعطيت كتير فعم تسترد اللي أنت أعطيته عم بيردلك إياه الشريك ولكن هذا الشريك شوي بطيء شوي شايفيته بطيء أو عنده شوية مشاكل عنده عوائق فيه كان الطرف ثالث مسيطر والآن عم بتلاشا طرف ثالث قلنا حبايبي مو شرط خيانة يعني ممكن يكون أي عائق في العلاقة شايف فيه علاقة جدية بالأفق حتى للمنفصلين مبنية على أسس مبنية على أسس يعني ثابتة مش حكي فاضي أو مش أوهام أو مش وعود بالهوى عم بيكون الشريك صادق وعم بيوعوده وعم بنفذها شايفيته عم بنفذها وهذا الشخص من بعد المشاكل من بعد الكذا رح يرجع طبيعته معك رح يرجع بصفاته اللي بلش معك فيها خلينا نحكي ممكن للعزاب كمان يلتقوا بشخص منطقات مائية أو ترابية أو حتى نارية ممكن يلتقوا بشخص جديد هذا الفترة هاي الفترة هذا الشخص ما عم بشوفه كتير جدي عم بشوفه شوي متلاعب عنده أساسا طرف وعم بيحاول أنه يدخل حياتكم للحفول على شيء ما يعني على على مصلحة معينة عم يدخل حياتكم طعم بس نكون حزيرين إذا ورق بشكل عام جميل نشوف مسج من الحبيب ما قادر حكي لنا إياها أو من عقل الباطن أو كلمة أو هون المسج عم بشوفه تكررت المسج معانا أنه أنا نفسي أجيب طفل منك عم بحلم أني أجيب طفل منك خلينا نشوف تحزير هذا الشهر للقوس آلا والله هذا مش تحزير هذا عقد زواج عقد بيت عقد في عقد رح تتوقع عليه في ورقة اللي هي إما عقد زواج أو عقد يمكن عمل في عقد رح تتوقع عليه في ورقة رح تتوقع عليها يا عوص خلينا نشوف أوراكل موسيقى 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 أقول لك أول بأول كون زي الأطفال بقول لك شاوت يعني سرخ حتى تحصل على السعادة فلازم تفرغ اللي جواتك لازم تطلع اللي جواتك وحباي ببرج القوس بشوفكم بالفيديو الجاي أول خليل موسيقى